موسيقى بعض الناس بيبقى حائر لما يحس ان احد اصدقاء العمر بيبصلوا على نعمة او نجاح في حياته و هو مش مستريح فيبقى مصدوم في نفسه هو ليه بيبصلي كده او انا حاسس انه مش فرحان لفرحتي فيبقى حاسس انه بيحسده و يبدأ غزم عنه الشخص ده اللي هو حاسس انه محسود يبدأ يخبي يبدأ يدعي المعاناة يبدأ يجذب في حاجته لانه حاسس ان اقرب الاقربين مش مستريحين للنعمة اللي هو فيها بتحصل بتحصل ولازم البني ادم لو حيران في الموضوع ده يزبط شعوره تجاه الناس اللي بتحسده والشعور ده اللي هاقترح عليك النهاردة هو تقبل النقص البشري دوصوا يا جماعة مش كل الناس تكوينها النفسي والروحاني قد الحياة فيه ناس مشتغلتش على روحانيتها و معتقداتها في الرضا بالقسمة والقضاء والقدر و الرضا عن ان ربنا سبحانه وتعالى الداني هنا كتير و الداني هنا قليل فلما بتحصل المستجدات في الحياة ما بيستحملهاش و يبدأ غصبا عنه و يغل و يبدأ غصبا عنه و يبقى بسطه و مش مستريحة مش كل الناس مستعد ان يشوف ابنك اشطر من ابنه ولا انجح من ابنه مش مستعد بيشعر بالفشل جواه و هو ممكن يكون في رحلة حياته و ما وفقش لحد يعلمه ان هو لما يشوف ابن اجمل ولا اشطر ولا انجح يبقى راضي بقسمته و يركز يقول انه طبعا مأثر في ايه و يشتغل على نفسه و قلبه كده مستريح مش كل الناس مستعدة تبقى قاعد جنبه في نفس التختة في المدرسة و بعدين تتقابله بالصدفة في الشارع عربيتك اغلى من عربيته عشر اضعاف مش مستعدة للمشهد ده ما احنا احنا الادنين بناكل سندقشات فول مع بعض من 20 سنة في المدرسة مش كل الناس مستعدة انك تبقى قاعد و بتتكلم كلام حلو و متعلم مع انك بذلت اللي وراك و اللي قدامك شان تتعلم و تعبت جدا و هو ما تعبش او تعب بس انت ربنا فتح عليك و الناس ملمومة حواليك كده مش كل الناس عنده استعداد يستحمل المشهد ده طبعا اعمل ليه يعني يحسدني يعني معلش انت حصل نفسك انت بس ما تتصدمش في الناس اه احنا اصدقاء عمره و هو مش مستريح معلش فاكن لما ربنا قال للنبي ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عندي انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق اعمل يا رب قال فعف و اصفح حتى يأتي الله بامره في وقت من الاوقات كده هتحتاج انت تتغاضى عن المشهد ده لان صاحبك اللي بيعمل معك كده ولا صاحبتك المهزوزة عشان انت سبقتها في خطوة في الحياة لازم تنظله نظر التقبل يمكن انت في يوم الايام تتحط في نفس الموقف ده و حد يسبقك في حاجة انت تعبان فيها و هو يسبقك فيها فلازم الواحد يبقى عنده سكون و هدوء في المسألة دي لان ده الطبيعي انت عارف قبل ميلاد سيدنا يوسف كان فيه نبي عنده 11 ولد والدنيا مستقرة جدا ولا عشر اولاد الدنيا مستقرة جدا جدا مش ايحة خالص و تربية نبي سيدنا يعقوب و ولاده و بعدين حصل مستجد في الحياة قلبة الدنيا لما سيدنا يوسف جل الدنيا و ابوه تم بيه و يقال في التفسير ان اخواته كان عندهم عشرين سنة لقد كان في يوسف و اخواته اياته من السائلين اذ قالوا ل يوسف و اخوه احبوا الى ابينا منا و نحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين مقدرواش يستحملوا هذا المستجد ان يشوفوا الاب مهتم شوية بالطف مهتم بيك و ربك و جبيرتوا مع بعض و نحن عصبة فطبيعي جدا معلش حصن نفسك لا تتعالى بالنعمة ولا تفتخر بها على من لا يملكها و خلي عندك حالة من التقبل و خلاص و نعيش بالطريقة دي بل و اتدوق حبيبك اللي انت حاسس انه مش مستريح للنعمة دوقوا منها يمكن لما يدوق منها يدعيلك بالبركة اتمنى كل قدمت لحضراتكم لكل حائر في موضوع الحسد ده خلاصة كده عن ايه هو الحسد و نحمي نفسنا منه و ازاي و ازاي ما حسدش نفسي ولا انا اكون حسود و ازاي تقبل انه منتشر سيدنا النبي قال لا تحاسدوا ما كان بيكلم المؤمنين لا تبغضوا لا تحاسدوا و كأنه بيقول محتمل انك تلاقي ناس مؤمنين طيبين و عندهم شوية حسد فالحمد لله على كل شيء و ربنا يسكن بال كل حائر و يهدي كل باحث عن ربنا سبحانه وتعالى و بما ان الحسد ده مرض من امراض القلوب ما تعالوا ندعيه ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح القلوب و كان اكتر دعوة سيدنا رسول الله مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك